ولكن يجب علينا أن نتذكر أن تحقيق الأحلام ليس سهلاً وقد يتطلب الأمر العمل الشاق والتضحية من أجل تحقيقها ولكن النجاح يبدأ بالإيمان بأنك بإمكانك تحقيق حلمك والعمل بجد لتحقيقه عندما تشعر بالياس أو الإحباض تذكر أن النجاح يتطلب الصبر والمتابرة والإصرار وتذكر أن كل شخص يواجه صعوبات وتحديات في طريق نحو تحقيق أحلامه ولكن الفارق بين الناجحين والفاشلين هو أن الناجحين يستمرون في العمل حتى يحققون أحلامهم فلا تدع الخوف أو الشك يمنع من تحقيق حلمك بل استمر في العمل الجاد وتحفيز نفسك للوصول إلى الهدف الذي وضعته لنفسك وتذكر أن الحلم ليس مجرد خيال بل يمكن أن يتحول إلى حقيقة إذا كنت مستعدا للعمل الشاق وتحمل التحديات ولا تنسى أن تحقيق الأحلام هو عملية مستمر ولا تنتهي أبدا فعليك الاستمتاع بتلك الرحلة وتمتع بكل لحظة في طريق نحو تحقيق أحلامك فالنجاح ليس فقط في الوصول إلى الهدف بل في المسيرة التي تقطعها للوصول إلى هذا الهدف